يوم اخر من المعارك في نهم هذه المرة تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم وسيطرة على جبل الحنش بالكامل بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة الذي اكد ان وحدات من الجيش الوطني تمشط الجيوب التابعة للميليشيا في جبل حلبان وتبت الجروف طائرات التحالف العربي كان لها دور محوري في التقدم من خلال استهدافها لتعزيزات الانقلابين في المنطقة حيث تمكنت من تدمير ثلاث دوريات تابعة للميليشيا بما فيها من عتاد وافراد يأخذ البعض على جبهة نهم بطؤها في التقدم لكن البعض الاخر يعز ذلك الى الطبيعة الجغرافية الصعبة حيث تمتد المديرية على مساحة جغرافية شاسعة تصل الى 1841 كيلومتر مربع كلها مرتفعة جبلية وعرة ذات تضاريس غاية في الصعوبة علاوة على ما تبديه الميليشيا من مقاومة شرسة في هذه الجبهة كونها اخر الخطوط الدفاعية لها عن العاصمة صنعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة